ترأس سعدة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية على المستوى الوزري لدى انعقاده بمقر الأمانة للجامعة وتم خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الحادية والثلاثين والموافقة على تضمين عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية ضمن أولويات العمل التنموي العربي المشترك على أجندة القمة